تسجل إدارات وزارة الداخلية العديدة من النجاحات في مجالات مختلفة في هذا الإطار رفاز برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان بجائزة الأمير نايف للأمن العربي عن فئة البرامج الأمنية الرائدة يأتي فوز برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان بجائزة الأمير نايف للأمن العربي عن فئة البرامج الأمنية الرائدة ليشكل حلقة إضافية من سلسلة العطاء والإنجاز وجودة وكفاءة الأداء وهو إنجاز نوعي للبرنامج الذي يعد مشروعا وطنيا وسجال العديد من قصص النجاح بفضل توجيهات ومتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ولا شك أن الفوز بهذا الجائزة له قدر كبير ونحن فخورين بهذا الفوز خصوصا أن برنامج من البرامج وزارة الداخلية هذه الدراسة حققت معايير الجائزة واستطاعت أن تفوز تحقق أحد الجوائز لأن برنامج معن وهو يعني بنشأ والشباب في مملكة البحرين وهي أن نعطيهم دروس من خلال شرطة معن المجتمعية في المدارس لتحيئة جيل واعي قادر على اتخاذ القرارات المثلة من أجل الوصول لحياة اجتماعية خالية من العنف والإدمان البرنامج فوز الجائزة لتطابقه مع جميع المعايير اللي أهمها تعزيز الأمن الفكري والطرق الأمثل للتعامل مع القضايا التي تهدد أمن المجتمع ونشر ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع والبرنامج اليوم يغطي 173 مدرس حكومية وجميع المدارس الخاصة وعدد الطلب المستفيدين 120 ألف طالب وطالبة ونطمح أن البرنامج يتعمم على جميع المنشآت التعليمية في مملكة البحرين وأيضا يتعمم على الدول العربية ابتداء من دول مجلس التعامل الخليجي ويتم تطبيق برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان في 173 مدرسة حكومية وجميع المدارس الخاصة ويستفيد منه أكثر من 120 ألف طالب وطالبة وسط خطط جارية للتوسع في تعميم البرنامج خاصة بعد اعتماد المركز الإقليمي لمكافحة العنف والإدمان بمملكة البحرين برنامج معا برنامج هادف يسعى إلى خلق جيل واعي يستطيع اتخاذ قرارات مثلة في القضايا التي تواجهه سواء على المستوى الشخصي أو التي تهدد الأمن المجتمع طبعا البرنامج يسعى إلى تطبيق دروس تحاكي القضايا التي نعيشها في الواقع مثلا لما يواجه النش قضية معينة داخل المدرسة أو خارج المدرسة هذه القضية ممكن لها أثر سلبي على الشخص نفسه أو حتى ممكن تهدد المجتمع هذه الأمور نحاكيها داخل الصف من خلال تعليمة شو ياخذ القرار السليم في هذه المواقف يقدم برنامج معا دروس تثقيفية ومحاضرات تبعوية لحماية النشء من مخاطر العنف والإدمان وذلك لتحقيق رسالة البرنامج وهي تهيئة جيل واعي قادر على اتخاذ القرارات المثلة للوصول إلى حياة خالية من العنف والإدمان وجاء فوز برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان بعد تحقيق كافة شروط معايير الجائزة في البرنامج تبقى قيمة برنامج معا في التزامه بعدد من المعايير ومن بينها مساهمته في رفع مستوى الوعي العام والتعامل الأمثل مع القضايا الاجتماعية التي تهدد سلامة المجتمع مع قدرته على تعزيز الأمن الفكري ونشر ثقافة الحوار والتسامح ما يعني في الأخير التوجه نحو ممارسة التوعية الأمنية في أفضل أشكالها ومستوياتها